سيكون أول اختبار حقيقي لها هو الإعلان عن قائمها في الانتخابات البرلمانية القادمة وزي ما بيقول المصريين المية تكذب الغطاس على ذكر الغطاس والغطاسين عيد الغطاس أحد أقدم الأعياد الفرعونية القديمة التي كعايات كثيرة ارتبطت فيما بعد بمناسبات دينية قبطية ارتبطة بذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن على يد سيدنا يحيى يحنى المعمدان وأصبح مناسبة يحتفل بها ليس فقط الأقباط في مصر لكن المسيحيون في أجزاء كثيرة من العالم نشاهد بالقصب والكلقاسي استقبل أقباط مصر عيد الغطاس بتقاليد فرعونية اكتسبت لديهم قداسة خاصة ارتبط الاحتفال بعيد الغطاسي في مصر بشراء قصب السكر وطهي القلقاس وهذه من التقاليد الفرعونية لكنها استمرت لتقترن باحتفال الأقباط بهذا العيد يحتفل مسيحي مصر بعيد الغطاسي منذ أمس وسمي عيد الغطاسي بهذا الاسم وفقا لشعائر الدين المسيحي لأنه يمثل ذكرى تغطيس المسيح عليه السلام في مياه نهر الأردن هو مرتبط بحدث أن السيد المسيح اتعمد في نهر الأردن وعشان كده هو لما اتعمد احنا مفروض احنا كمان بنتعمد زي ومسلي بس فهو ده ما ظهر الاحتفال كعيد عندنا يعني التقوص الفرحية بتاعته أنه أكل الأصب والقلقاس لأنه هو الموسم بتاعهم وهي يعني بتمثل الغطاس في أن الأصب بيتغمر في المياه بالكامل عشان يبدأ يبني جزور باكل قلقاس وأصب وبرح عند العيلك يعني وبتفسح معهم أحنا برضو وبنقا كلنا قاعدين هناك يعني هي التقوص يعني من دم الأعياد القبطية لتبقى موجودة كل سنة بتيجي بعد عياد الملاد المجيدة تختلف الاحتفالات بعيد الغطاس من دولة إلى أخرى فالفلبين احتفلت بالمسيرات والمهرجانات ورش المياه أما روسيا فاحتفلت بالشموع والغطس في مياه البحار وحمامات السباحة وتأدية الصلوات تتضافر الاحتفالات وتتشابك ليتوحد حولها الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه على قلب رجل واحد فيحتفل المصريون بنتيجة الاستفتاء على دستور مصر الجديد بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الغطاس الذي يحتفل به أقباط مصر في التاسع عشر من يناير الموافق الحدي عشر من طوبة فكل عام والإخوة المسيحيون بخير مهاد الشرقاوي قناة دريم موسيقى كل سنة ونطيبين كل سنة ونحن طيبين مشاهدينا كيف يمكن أن تصنع الأكاذيب؟ كيف يمكن أن تبنى ما يبدو على أنها حقائق مستفة؟ لكنها لا تبنى إلا على أكاذيب حشة كيف تستطيع بعض الجماعات أن تخسل أدمغة أعضاءها بما يشبه تقنيات غسيل المخة التي تحدثت عنه كتب تاريخ أدمغة؟